نأخذ هذا المثال التوضيحي لطريقة المحاسبية طبعا معطيات هذا المثال أن شركة من الشركات تقوم بإنتاج صابون طاقة الإنتاجية 4 مليون قطعة هنا عدد القطاع 4 مليون قطعة وفي تقدير المدير المالي أن التكاليف الثابتة كم هنا التكاليف الثابتة؟ 8 مليون ريال ومعلوم أن التكاليف الثابتة ثابتة من اسمها تكاليف ثابتة عند أي مستوى من حجم الإنتاج سواء أنتقنا قطعة أنتقنا 100 ألف قطعة مليون قطعة الشركة تتحمل بالتكاليف الثابتة بغض النظر عن مستوى حجم الإنتاج أما التكاليف المتغيرة للقطعة الواحدة فهي 6 ريال إذن هنا التكاليف التي تتغير بتغير حجم الإنتاج أو حجم المبيعات هي التي تسمى بالتكاليف المتغيرة وهنا حدد أن من ضمن المعطيات أن سعر البيع للقطعة 10 ريال لكل قطعة وبالتالي من خلال عندي ثلاثة متغيرات طاقة إنتاجية تكاليف ثابتة عفواً تكاليف متغيرة سعر بيع الوحدة إذن أربعة متغيرات بالإمكان من خلال هذه المعطيات أو المتغيرات أننا أطلع نقطة ليش؟ نقطة التعادل بالطرق الثلاث كما ذكرنا الطريقة الحسابية، الطريقة البيانية، الطريقة القبرية نبدأ بالطريقة الحسابية والطريقة الحسابية للوصول إلى تحقيقها أو احتسابها لابد من اتباع الخطوات الآتية إذن عندي أنا مجموعة من الخطوات حتى أتمكن من احتساب نقطة التعادل بالطريقة ليش؟ بالطريقة الحسابية إذن أول نقطة أساسية نفترض عدة مستويات للمبيعات كما قلنا إما نفترض عدة مستويات للمبيعات أو نفترض عدة مستويات للطاقة الإنتاجية أي منهما واحد النقطة الخطوة الثانية نحسب الإرادة الكلية عند كل مستوى من مستويات المبيعات أو من مستويات الطاقة الإنتاجية الخطوة الثالثة وهي نحسب التكاليف المتغيرة والثابتة كل على حدة عند كل مستوى من مستويات المبيعات التي تتعادل عندها التكاليف إذن عندما نجد من أن التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة بمجموعهما يتم مساواتهما بالإيرادات عند هذه الخطوة نلاحظ من أننا وصلنا إلى نقطة ليش؟ نقطة التعادل وهي الخطوة الأخيرة التي نستطيع من خلالها تبيان أن التكاليف الكلية تساوت مع الإيرادات ليش؟ الكلية وبالتالي يكون هنا نقطة التعادل القدول الآتي أو التالي يوضح ذلك فهنا ما نلاحظه بالنسبة للإيرادات والتكاليف عن مستوى حجم المبيعات المختلفة هنا العمود الأول ويمثل مستوى حجم المبيعات أو مستوى حجم الطاقة الإنتاجية طبعاً وحدة القياس هي بالوحدات عنده هنا أربعة مليون وحدة إذا نقسمها بشكل متساوي بشكل تكراري خمسمية ألف مليون مليون وخمسمائة لا بد أن يكون هنا الزيادة بشكل متساوي بدأنا بخمسمية ألف ثم زيدنا خمسمية ألف وقال خمسة المئة الألف أصبحت كم؟ مليون مليون زائد خمسمية ألف مليون وخمسمية زائد 500 ألف 2 مليون زائد 500 أصبحت كم 3 مليون ومن ثم زيادة 500 ألف أصبحت 3 مليون وزائد 500 ألف أصبحت 4 مليون حتى نتمكن من الوصول إلى تحديد حجم المبيعات الذي عنده تتحقق نقطة التعادل لا بد أن يكون التوزيع لمستوى وحدات الإنتاج كله بشكل ماله بشكل موحد وأن لا يكون هناك لخبطة مثلا نبدأ بـ 500 ثم 700 ثم 800 هذا ليس صحيحا وإنما لابد من اتباع طريقة متساوية للاحتساب نأتي هنا إلى العمود الثاني الإيرادات الكلية معلوم أن عملية احتساب الإيرادات الكلية يمكن من خلال تحديد مستوى حقم المبيعات وضربه بسعر ليش؟ سعر البيع معلوم من المعطيات التي أعطيت لنا في السابق أن سعر بيع الوحدة 10 ريال ومستوى حقم المبيعات عند كل مستوى من هذه المستوى يعني نجي هنا 500 ألف وحدة نضربها في سعر البيع 10 يطلع 5 مليون مليون في مستوى حقم المبيعات مليون سعر البيع 10 يطلع عندي 10 مليون عندي هنا مليون و500 ألف في 10 الوسع البيع على الوحدة يطلع 15 مليون وهكذا لبقية ليش؟ لبقية مستويات حقم المبيعات نأتي هنا إلى العمود الثالث وهو التكاليف ليش؟ الثابتة كما تحدثت سابقاً من أن التكاليف الثابتة هي ثابتة بشكل عام بشكل عام على جميع مستوى حقم المبيعات هنا حقم المبيعات 500 مليون مليون ونصف التغيير في حقم المبيعات لا يترتب تغيير في مستوى حقم المبيعات لا يترتب عليه تغيير المستوى حقم التكاليف الثابتة فالتكاليف الثابتة بمسمكون مستوى ثابتة بغض النظر عن مستوى حقم المبيعات ولهذا على المنشأة الاستغلال الأمثل لما لديها من موارد وإمكانات لأن التكاليف الثابتة تتحملها بشكل عام بغض النظر عن مستوى حقم المبيعات أو مستوى حقم الإنتاج ولهذا نجد من أن التكاليف الثابتة نلاحظ أنها ثمانية مليون عند أي مستوى من مستوى حقم المبيعات نأتي إلى التكاليف المتغيرة للكلية هنا ما تم إعطائي أو تزويد به أن هناك التكاليف المتغيرة للوحدة ستة ريال إذن سيتغير إجمال التكاليف المتغيرة لكلية عند كل مستوى من مستوى حقم المبيعات فمستوى حقم المبيعات هنا خمسمائة ألف في ستة اللي هي التكاليف المتغيرة الوحدة يعطينا ثلاثة مليون مليون هنا مليون في ستة التكلفة المتغيرة الوحدة يعطينا كم ستة مليون ثم مليون ونص عدم مستوى حقم المبيعات في ستة يطلع عندي بالتسعة كم تسعة مليون عندي هنا نفس الكلام اثنين مليون مستوى حقم المبيعات في التكلفة المتغيرة للوحدة ستة ريال يطلع اثنى عشر اثنى عشر مليون واثنين مليون وخمسمية بالنسبة لاثنين مليون وخمسمية في ستة يطلع بكم هنا يطلع عندي هنا 15 مليون وهكذا بالنسبة لمستوى حقم المبيعات 3 مليون في 6 يطلع 18 مليون 3 مليون وخمسمائة في 6 يطلع كام هنا 21 مليون وكذلك بالنسبة لأربعة مليون هنا أربعة مليون في 6 يطلع 24 مليون إذن هذا فيما يتعلق بالتكاليفة المتغيرة الكلية أننا أقوم باحتساب احتسابي على أساس مستوى حقم المبيعات عندي حقم المبيعات ابتداء من 5 مليون واختتما بـ 6 أربعة مليون 500 ألف عفوا وانتهام بـ 4 مليون أضربها في التكاليفة المتغيرة الوحدة اللي هي 6 ريال فتعطينا هذه النتائج الواضحة أمامك أنت ما عليك عزيزي الدارس والدارسة إلا أن تجمع لإيجاد العمود الخامس فيما يتعلق بإجمال التكاليف يساوي التكاليف الثابتة زائد التكاليف المتغيرة الكلية إذن أول خطوة عن مستوى حقم مبيعات 500 ألف ثمانية مليون زائد ثلاثة مليون يطلع 11 مليون ثمانية مليون زائد ستة مليون 14 مليون ثمانية مليون زائد 9 مليون 17 مليون ثمانية مليون زائد 12 مليون يطلع هنا 20 مليون هنا عندي بالنسبة 15 مليون زائد ثمانية مليون يطلع كم 23 مليون وعنده هنا ثمانية مليون هكذا بالنسبة للتكاليف الثابتة زائد 18 مليون يطلع 26 مليون إجمال التكاليف الثابتة و21 مليون تكاليف متغيرة زائد ثمانية مليون اللي هو التكاليف الثابتة يطلع 29 مليون وأخيرا 24 مليون تكاليف متغيرة كلية زائد ثمانية مليون تكاليف ثابتة يطلع 32 مليون ماذا نلاحظ عزيزي الدارس والدارسة نلاحظ هنا عند مستوى حجم مبيعات هنا في هذا المستوى 2 مليون أن إجمال الإيرادات 20 مليون وإجمال التكاليف الكلية أصبحت كام 20 مليون إذن في هذه الحالة عند تساوي الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية يطلع هنا النتيجة عند احتساب صعف الربح أو الخسارة الإيرادات الكلية ناقص التكاليف الكلية وفقا لهذه المعادلة التي أمامنا أن يكون الناتج يطلع كام صفر إذن ما قبل الصفر دائما نلاحظ أن التكاليف هي الأكبر من الإيرادات الكلية وبالتالي تطلع النتائج ماله النتائج كلها سالبة ما بعد نقطة التعادل نلاحظ العكس أن الإيرادات الكلية الإيرادات الكلية هذه اللي موجودة هنا 25 مليون و30 مليون و35 مليون و40 مليون كلها أكبر من ليش؟ أكبر من التكاليف الكلية 25 مليون ناقص 23 مليون يطلع 2 مليون بموقب وعندي هناك 30 مليون إيرادات كلية ناقص 26 مليون إجمال التكاليف يطلع 4 مليون موقب عندي هنا 35 مليون إيرادات كلية ناقص 29 مليون إجمال التكاليف يطلع 6 مليون عندي نفس الكلام 40 مليون هنا 40 مليون إيرادات كلية ناقص التكاليف الكلية 32 إذن يطلع ماله 8 مليون وبالتالي نلاحظ من أن ما بعد نقطة التعادل تبدأ المنشأة بتحقيق أرباح وما قبل نقطة التعادل تكون المنشأة تتحمى التكاليف لا تستطيع عندها أي تحقيق أي أرباح وبالتالي هنا مجازا تسمى خسارة ولكن هي أساسا مصاريف تشغيل أو مصاريف تأسيس وبالتالي عند نقطة التعادل اللي هي هنا عند هذه النقطة المنشأة لا تحقق أي أرباح أو أي خسار وبالتالي عند مستوى حق مبيعات 2 مليون لما يوصل حقم الإنتاج أو المبيعات عند 2 مليون إذن هذه المنشأة ماله المنشأة لا تحقق أي أرباح أو أي خسار أي أنها وصلت إلى نقطة التعادل ما بعد الـ 2 مليون تبدأ المنشأة ماله 2 مليون وخمسمية وثلاثة مليون ورقة ثلاثة تبدأ المنشئة بتحقيق أرباح في كل المستويات من حقم المبيعات لما بعد نقطة التعهدل إذن من القدوة السابق عزيزي الدارس والدارسة نلاحظ الآتي أولا أن الشركة لا تحقق أرباح ولا تتحمل بأي خسار عن مستويش حقم 2 مليون وحدة لماذا الإجابة واضحة أن هناك إيرادات عندي بعشرين مليون وتكاليف بكم بعشرين إيش بعشرين مليون إذن في هذه الحالة عند تساوي الإيرادات مع التكاليف إذن هنا المنشئة لا تحقق أي أرباح وأي خسار وبالتالي تصبح الأرباح مالي صفرية نأتي إلى الملاحظة الثانية أنه قبل هذا المستوى تحمل الشركة خسار فعند المستوى 500 ألف تحملت الشركة 606 مليون تتناقص هذه الخسار إلى 4 مليون عند مستوى كم؟ 100 ألف وحدة وإلى 3 مليون عند مستوى مليون وخمسمائة ألف ألف وحدة لكن عندما تصل إلى الـ 2 مليون وحدة تبدأ المنشئة هنا صف ما بعدها زي ما سنأتي في الملاحظة الثالثة بأنه بعد المستوى 2 مليون وحدة التي يتعادل عندها إجمال الإرادة مع إجمال التكاليف تبدأ المنشئة في تحقيق ليش؟ تحقيق الأرباح متى ما وصلنا إلى تحقيق الأرباح؟ إذن في هذه الحالة لم ترضى المنشئة إلا بتجاوز الـ 2 مليون وحدة حتى تبدأ بتحقيق إيش؟ بتحقيق أرباح وتتزاد إلى أن تصل إلى مستوى الطاقة القصوى للشركة وهي كام عندنا؟ زي ما هو محدد عندنا في المعطيات أربعة إيش؟ أربعة مليون وحدة